فبعده هو ترسانة الجنوب الباحر الأحمر الأستاذ مستطفد كيشي قال أنا أعمل أنا الظلاصات دي إنه فعلاً عمالنا نموذجين النهاردة قلناهم ستة الرئيس واحد عشرة متر واحد ستة متر بحس ينفعه للبحيرات بس طبعاً مجهزين بقى بطلاجات وجهزين بغرف وحمام يعني مش زي طبعاً اللي هم الموجودين دلوقتي المتحركين إش بفهمش أي مظاهر للحياة يعني فبدأ بقى ستة الرئيس قال طب نعمل بقى النوطة للصناعة عادية ونبدأ نشتغلها برضو بالتعاون مع الشركة دي مع كنات السويس بإحنا مسؤولين عن الموضوع ده فطلع شاف البلانسات دي النهاردة وقلنا له إن إحنا هناخده ونروح بيهم بحيرة المنزلة مثلاً ونوريهم للصيادين ونشوف إنهم محتاجين إيه لنساترس قال نحن نبدأ بمية وعشرة يعني مية من الكبير مية من الصغير وعشرة من الكبير ونبدأ نشوف هيشتغل ازاي فقلنا هناخد إحنا النموذجين دول ونروح بيهم الأول البحيرة ونقعد مع الصيادين ويشوفوا الحاجات الممكن تساعد برضو الصياد يقول لك لا أنا عايز مثلاً كذا عايز زودني دي أدل إذا لغاية لما نوصل لنموذج مثالي ونبدأ نشتغل عليه فده الموضوع يعني إن إحنا فيه مرصات صغيرة أو كي كبيرة كمان بيكلم مثلاً بس برضو كلم قد على على مراكب كبيرة هتشتغل برة مش في مصر يعني في المياه الإكليمية بس لا تنزل البحر يعني تنزل على المياه الدولية في البحر المتوسط وتنزل بحر المتوسط بحر المتوسط حلوة أوي 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 أوي